موسيقى موسيقى و انا مشكلتي بدأت مع في بداية الدورة يعني و مكنتش بحس بأي قلم بعدين من حوالي ست سنين كده بدأت ان انا قشق ايه اتعب يعني ف من سنة روحت لدكتورة امراض نيسا و اكتشفت انها ان انا عندي اورام لي فيها بس ايه قالت لي طالما الاورام اللي فيها دي مش مسبب بالك نازيف او حاجة ما فيهش ايه مشكلة او فيها ضرر يعني فانا ايه خلاص سكدت ماخدتش علاج ولا اي حاجة وبعدين من حوالي 7-8 شهور كده لقيت السر عندي اسناء البرود يعني بتتغير رونها بيتغير وبيخرج منها دم وبتلتهل فروحت كشفت عند الدكتور باطمة وقال لي دا التهف السر بس فروحت برضه كشفت عند الدكتور امراض نسا فهو شك ان هي ايه بطمة مهاجرة واداني علاج لمدة شهر مشيت عليه فاول ما عرفت ان هي بطمة مهاجرة قلت لأ انا اروح لواحد متخصص احسن يعني فكنت سمعت عن دكتور سيد في التلفزيون في البرنامج يعني بتاعه فجيت الدكتور سيد في هوا ايه طلب مني اشعة وتحليل وكده واكد لي ان هي ايه بطمة مهاجرة لان انا كنت بتعب جدا اسناي البرود بيبقى فيه قلم في ظهري وترجية وقلم في رجلية وقلم في الحوض وما اصبطني كل ما كنتش بعرف اتحرك يعني ما برقش شوغلي بالحوض بالليومين والثلاثة بغيب باخد اجازات دايما في الايام بتاعت البرود ديئت وكنتش بعرف اتحرك خالص في البيت وعلى طول نايمة وكنت بحيث على طول بترجية لو قمت ما كنت بمنع الاكل والشرب حوالي تلات اربعة ايام من البرود وبعد البرود برضو كمان ببقى طول الشهر ببقى معايا مغز برضو مهما طلبت ميني نهاية تخدني الدكتور امراض نسا بس انا ايه خفت وبردو زميلي كانوا بيعرضوا علي قولوا لا لازم تروح تكشفي لانهم كانوا شايفين حالتي ازاي فانا برضو ايه خفت من حكاية الكاشف عندي ايه دكتور امراض نسا وانا لسا انسا ايه لما جد بقى الدكتور سايد فهو اأكد لانا هي بطانة مهاجرة وطلب مني تحليل واشعة وكده والحمده اللي انا عملت الايه العملية بتاعت البطانة المهاجرة ديئت والحمده اللي انا حاس ان انا احسن دلوقتي ان انا بنصح اي وحده يعني تحس باي قلم اسناع البرد ان هي ايه منخافش ان تكشف عشان ترحل ايه الحكاية بدر موسيقى Fin